السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النهاردة ان شاء الله هنبدأ ديقرات رمضان كل سنة الطيبين عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير ولونه البركاته معي هنا ورقة مطبوعة من البنترست حبيت ان انا استخدم أشكال غير تقليدية مش عايزة أعمل فانوس مش عايزة أعمل حاجات يعني عملناها قبل كده ومعي كمان أماشي الجوخ بالشكل اللي انتوا شايفينه معي ده الرسمة اللي انت بعطاها على شكل إسلامي وهفرغها ودي القطع اللي انا احتاجها من القماش اللي معي كله قطع بسيطة جدا وحاجات ما تذكرش لو عندك كمان أي قماش بيختلف عن قماش الجوخ الفكرة هتمشي وهتنفع معاك هبتدي ان انا أفرغه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي بس مبدئيا لو بتشوف القناة الأول مرة اتمنى تشترك فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكل جديد من فيديوهاتي أول بأول وما تنسينيش أبدا انك تدعميني بلايك وكمان كومنت حلو عشان الفيديو يرتفع معي وان شاء الله في نهاية الفيديو هسيب لكم الصور لكل الأفكار اللي انا عملتها قبل كده لرمضان ده تالت رمضان نكون مع بعض في القناة طبعا المشتركين الجدد أو المشتركات أخواتي في الله المشتركات الجدد هيلقوا كل صور الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده وكمان هسيب لكم روابط في التعليق المسبت للفيديو خلصت هنا الكمية اللي انا عايزاها بألوان متعددة أو بألوان مختلفة علشان تديني بهجة شوية كده في الزينة اللي انا بعملها عملت حوالي تسع قطع بألوان مختلفة تقدر تعملهم لون واحد تقدر تعملهم مختلفين زي ما انا عملتهم كده وان شاء الله الفكرة هتكون سهلة جدا وبسيطة ومدام بتعملي بطرون الحاجة اللي انت بتعمليها فأكيد المقسات هتكون مزبوطة والشكل كمان هيكون منتظم معايا هنا ده 10 ستان سمكه حوالي نص سنطي ده السمك اللي انا محتاجاه تقدر كمان تجيب حبل خيش او اي حبل عندك يمشي برضو للفكرة هبتدي اسبت يعني ما بين كل واحدة والتانية او قطعة والتانية حوالي 15 سنطي بقية سهب المصطرة بالشكل ده كده لو عجبك الفيديو ما تنسيش ابدا تدعميني باللايك هعمل كل كل الزينة بالشكل ده ما بين كل واحدة والتانية 15 سنطي لغاية ما خلصها كلها وطبعا هسيب مسافة برضو 15 سنطي على الطرف ده والطرف ده علشان اعرف اعلقها وتكون في مسافة كافية للتعليق طبعا الزينة اللي انا عملها هي تتعلق ممكن تتعلق على حيطة ممكن كمان تتعلق على البوابة ممكن تتعلق في البلكونة على حسب اختيارك كمان سبتلكوا في اخر الفيديو بعض من تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتسعد قلبي ربنا يسعد قلبكم جميعا ويريح بالكم وكمان يجازوكم عني كل خير سبتها في اخر الفيديو مع الاعمال اللي انا عملتها السنة اللي فاتت او في رمضانات اللي قبل كده اتمنى الفكرة اللي اقدمتها النهاردة تعجبكم استوضعكم الله لازلها تضيعوا دقائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة